لا تفتقر ميامي إلى المساحات حيث يمكن للرسامين على الجدران التعبير عن أنفسهم ولكن البقع الأهم والأشهر تقع في ستاد ميامي البحري ففي خلال ثلاثين عاماً استضف هذا الملعب الشاسع سباقات القوارب قبل أن يهجر عام 1992 جراء إعصار أندرو الذي ضرب جنوب فلوريدا فبعد سنوات من الإهمال هو اليوم في قلب مشروع حفظ حتى وإن باتت الأهمية الثقافية والفنية والمعمارية لهذا المبنى اليوم واضحة لم يكن الحال نفسه قبل وضع سنوات وهذا هو نتيجة عمل شاق ولهذه الجمعية هدف طموح جمع 22 مليون يورو لترميم الملعب على رأس هذا المشروع المهندس المعماري الكوبي هيلاريو كانديلا فهو من تخيل هذه الساحة الفخمة في عام 1963 والتي لقيت نجاحاً فورياً لقد تبنى المجتمع هذا المشروع بسرعة وقعوا في حبه وأرادوا امتلاكه المقاعد القابلة للطي المميزة للملعب هذه والواقعة بين الأرض والمياه استقبلت متفرجين لحفلات موسيقى الروك وقداس يوم الأحد على حد سوا ولكن منذ أن تم التخلي عنها لا تزال مقصداً للسياح والسكان المحليين على الرغم من أنه تم حضر دخولها رسمياً أحب أنا وأصدقائي ركوب الدرجات على الجزيرة ونأتي إلى هنا أحياناً وأحياناً يلتقط الأصدقاء الصور وحتى أشرتة الفيديو في الحقيقة نأتي إلى هنا في كثير من الأحيان لكن ربما كانت هذه آخر زيارة للمكان بالنسبة لمايكل فإذا نجح مشروع التجديد يمكن للإستاذ فتح أبوابه مجدداً في العام 2016